هل مرس كراب بيجي يقولك والله كسكوتينج تيم يقولك والله أنا محتاج في المهاجم اللي أنا عايزه واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة دور لي يعني عايز الإمكانيات دي ولا أنت بتدور على مهاجمين مميزين تحط فيهم إنت الإمكانيات اللي بتتصورها كسكوتينج تيم وتروح تقول للمدرب أنا جبتلك دوت وعنده واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة يعني سيكونز بتاع الشغل بيبي عامل إزاي مارس الكولر بيطلب الأول إمكانيات معينة ولا أنت اللي بتحط له الإمكانيات دي وتدها له هلأ هو دايماً بيوبا فيه تنصيق بشكل كبير جداً ما بين الإدارة وإدارة الفنية ومع لجنة التخطيط مع إدارة الاسكاوتين يعني تمثلها طبعاً في كابتن هني رامزي فبالتالي بيوبا الأمور دي كلها طبعاً بتبدأ أكيد من مارس الكولر مع بعض الترشيحات عشان الكل بيشتغل فيه اتجاه واحد ما نفعش يبقى فيه مجهود بيتبزل في مكان وفي الآخر المدير الفني مش هو دا اللي محل آخر حاجة في الجزئية دي دلوقتي وسامة أبو علي بعد ما انتو خلاص شفتوا أنه أرقامه مميزة ومهاجم مميز وكل الحاجات دي عظيمة ومارس الكولر اقتنع في كتير مهاجمين جوم في النادي الأهلي أجانب أو النادي الزمالي أو أي نادي في مصر بيبقى سيفيه بتاعه محترم جداً ييجي عندنا هنا وفجأة ايه يختفي دا بقى عامل مهم جداً ان انت بتدرس الشخصية بتاعت اللاعدة الشخصية هل دا هيمشي مع الدين ايه بتاع النادي الأهلي أصلاً ضغط الجمهور البطولات احنا الأهلي طبعاً معروف كل ماتش بطولة عنده كل ماتش فوز فبالتالي دا كله بتاخد في الاعتبار اللي هو السلوك التصرف التصرف خارج الملعب داخل الملعب كل الأمور دي كلها بتبقى مدروسة بشكل كبير جداً بتضاف للنحية الفنية والرقامية حسناً شكراً ترجمة نانسي قنقر